إبراهيم محمد ده من لعيبة الممازين جداً اللي حضرك ما شفتهوش لكنه لعيب لأسف الشديد احنا عندنا برضو بشوف برغم النجاح الساحق للنشئين ده إلا إن احنا عندنا سوق بخت غير طبيعي اتنين لعيبة بتصابوا بصابتين كبار جداً الرباط الصليبي إبراهيم محمد وعبد الله محمد الاتنين دولة جماعة لعيبة جمدين جداً جداً لكن لأسف الشديد مش هنشوفهم السنة دي ممكن تشوفهم في آخر الموسم بإذن الله أو الموسم القادم بإذن الرحمن أو بعد القادم يعني لأنهما يعني إبراهيم لسه مصاب والحقيقة خضع ليه جراحة العلاج الرباط الصليبي تمنياتنا ليه بالشفاء إن شاء الله لعجل إبراهيم من النعيبة المميزين جداً ده إبراهيم طبعاً اللي موجود على السرير اللي هو لاعب 2001 وبيلعب ناحية الليمين والشمال وتحت رأس الحرب بحاجة كده زي يوسف أسامة نبيه زي أسيف جعفر مهاري على مستوى عالي والنادي دايماً وأبداً ما بتأخرش عن هؤلاء اللعيبة وتم الموافق على عمل عملية الرباط الصليبي وبالفعل عملها وسيعود خلال خمس أو شت شهور على الأكثر بإذن الله لأرض الملعب ألف سلامة هيمة وأنت باللعيبة اللي أنا يعني بحبهم وبحب طريقة لعبهم لأنه هو لعيبة جماعة سريعة أو بكورة بيعد كويس مهاري لعيب لعيبة كويس لكن قد لو ما شاف على اليابني وترجع سريعاً إن شاء الله بإذن الله دايماً حفني الزغير بساموه إيماً حفني اللي هو الواف ده كنا جبناه هنا في ملعب الناشين على فكرة من اللعيبة برضو المميزين اللي برومسنج إن شاء الله بإذن الله اللي يبقوا مع الفريل أول في الفترة القادمة في خبر برضو هيسعد بعض الزمالكوية لأن نادي الزمالك بقى يعني بقى دلوقتي كل ناس بيبصلوا بيبصلوا الناشئي السمعة اللي عملها قطاع الناشئين واللعيبة اللي طلعت ونورت خلت نادي فيرونا هلاس فيرونا الإيطالي يبعت لنادي الزمالك ويطلب زياد فتحي لفترة معايشة يعني معايشة بس فقط يعني ليس التعاقد يعني ولكنها بادرة طيبة حاجة ممكن إن شاء الله بذا تبقى في المستقبل حاجة جميلة زياد فتحي من النعيبة المميزين اللي بلعب بارتكاز فيه ألفين وسبعة لعيب أساسي في التيم بلعب بصفة مستمرة لعيب يعني جثمانه كويس ومن النعيبة الصاعدين إن شاء الله هو موليد ألفين وستة وبيقضي فترة معايشة مع هلاس فيرونا ده مع مدربه مدرب اليقى البدنية ده زياد فتحي في فيرونا هناك تبنياتنا ليك يا ابن بالتوفيق وإن شاء الله أي حاجة هتيجي طبعا هتيجي عن طريق نادي الزمالك بالتأكيد نادي الزمالك يعني حيبقى فيه تفاوض وإن شاء الله بإذن الله وده الخطاب الرسمي اللي جه لنادي الزمالك لفقيل استماح له بفترة معايشة لنادي فيرونا الإيطالي تبنياتنا ليك بالتوفيق أزياد إن شاء الله بإذن الله وتبقى لعيب محترف بإذن الله